بالنسبة للست أم ريتال متزوجة في بيت عيلة 12 سنة الأم متحكمة متسلطة الزوج قعدها من شغلها وأنا دايما أقول لأي زوجة طالما احنا اتفقنا منذ مبدأ الزواج ولم يحدث هناك اعتراض بين العمل بتاعي وبين القيام بحقوق المنزل لا أنصح أي امرأة أنها تترك العمل بتاعها مطلقا ليه فوائد كثيرة مش بس الفائدة المالية أخد أجازة وأطول أجازة مش مشكلة بس أقدر في أي وقت أني أعود إلى عملي مرة أخرى أن العمل ده صناعة وجدان للإنسان مش بس أنه كسب مال وتواجد بين الناس وتعامل مع الآخرين وانطلاق الإنسان وسعيه في المجتمع كل دي لها معاني وبالذات بقى لو كان إنسان صالح مصلح فبيكون نموذك طيب في هذا المجتمع يعني بلاش التسرع في أخذ مثل هذه القرار دي نصيحة عامة أما وأنك أخذت القرار نعود إلى الحالة المسؤول عنها أنا النهاردة معايا زوج والدته بتقوله طلق مراتك أنا سألتك سؤال هل طلقك الزوج أو وساعة في ذلك أنت قلت لا خلاص بقى نسأل الله النصر وأنه يفتح لنا وأنه يهدهلنا فتحملي عشان بيتك وأسرتك طالما هو ما سعاش يقولك أنا هطلقك أبشري خيرا وعليك مراعاة الله سبحانه وتعالى واحدة أنت بتحاول ترضي الله فيهم يرضيك الله سبحانه وتعالى بس من الحكمة مش على طول بقى باشتكي والدتك عملت والدتك سوت أخواتك البنات هي مفضلة البنات يعني إكباري عن الكلام ده وركزي في ولادك عشان ما يخدكيش من زوجك ولادك فما تركزيش الطفل ده تعلم عادة مش كويسة أو صلوك مش طيب أو اعتاد شيئا لا تودينه أو أننا اللي عندها تلات ولاد في الأعمار دي ما عندهاش وقت يا أم رتال تعد تنشغل بحماك أخلي ابنها معاها تفرح بي وتسعد بي وتحفوزي بدعوتها وخليك أنت مع ولادك ربيهم وزوجك هيجيلك لما كمان يقبل عليك أكتر لما تقللي الكلام عن والدته هو أكيد قدرى بيها مني قدرى أنها متسلطة ومتحكمة هو عارف ده كويس قوي فأنا أكون الإنسانة اللي بتستقبله بلا شكوى قدر الطاقة عملي كده أقولي الحاجات المهمة لكن مش على طول أعود أشتكي ومن والدته يا ستة أم رتال الحياة محتاجة سياسة نفس طويل صبر وطول ما الإنسان بيراعي الله ربنا سبحانه وتعالى يرعاه